وعقدت الجامعة العربية اجتماع وزراء خارجية الأخاص في مقرها الرئيسي بمدنية القاهرة المصرية أمس السبت وركز الاجتماع على القضية الفلسطينية الإسرائيلية مما يهمهد طريقا للمؤتمر الدولي لدفع عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية المزمع عقده في مدنية مريس قريمة حضر الاجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية فايز السراج والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ووزراء خارجية أو ممثلون من الدول الأعضاء الاثنتين والعشرين في الجامعة العربية واتفق الحاضرون على عقد مؤتمر باريس على أساس مبادرة السلام العربية المطروحة في عام الفين واثنين التي تطالب إسرائيل بانسحاب كامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وقبول حل الدولتين وتحقيق التعايش السلمي وأونوه هنا بالمبادرة الفرنسية لحل القضية الفلسطينية مثمنا الجهود التي تبذلها الجمهورية الفرنسية الصديقة ورغبتها الجادة في وضع حل عادل لهذه القضية وهو ما يشجع على ضرورة بدل المزيد من الجهد وأن تطلع إلى عملية السلام بتفائل في إيجاد حل دائم ينهي معاناة إخواننا أبناء الشعب الفلسطيني الأبي يسعى الجانب العربي لأن يصدر عن هذا المؤتمر موقف يؤيد إنشاء ألية تنفيذية في إطار زامني محدد لتنفيذ كافة القرارات والالتزامات وفق المرجعيات تلصير واستؤنفت مفاوضات السلام منقطعة منذ ثلاثة أعوام بين فلسطين وإسرائيل في شهر يوليو عام 2013 بوساطة أمريكية لكنها توقفت بسبب وجود خلافات كبيرة على المستوطنات اليهودية والإفراج عن أسرى فلسطينيين وقضايا أخرى ودعت الحكومة الفرنسية في شهر يناير الماضي إلى عقد مؤتمر دولي بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية من أجل دفع استئناف مفاوضات السلام بين الجانبين وقد أعرب الجانب الفلسطيني عن قبول هذه الدعوة بينما تظل ترفضها إسرائيل وقالت إسرائيل إن عقد مؤتمر السلام الدولي لا يساعد على تحقيق السلام وإنها ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكن عباس قال خلال اجتماع وزراء الخارجية الخاص الذي عقد أمس السبت إن المحادثات الثنائية مع إسرائيل ستضيع مزيدا من الوقت فقط وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن القوات الإسرائيلية تقوم باستباحة كل مكان فيصادرون الأرض ويقتلعون الأشجار ويقيمون المستوطنات ويقتلون ويعتقلون دون حسيب أو رقيب ويواصلون بفرض الحصار الظالم على قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر